اشتركوا في القناة قدموا دروسنا في اليوتيوب والدروس ونرح نقدمها يعني الأفواج الدائمة والدورات إن شاء الله سواء دورات أونلاين أو الدورات الحضورية إذن نبدأ على بركة الله إذن اليوتيوب بالنسبة ليوتيوب أيها الإخوة الأفاضل كنت في السنوات الماضية يعني عودتكم أنني نصور من داخل القسم يعني مع تلميذي هذه السنة نفس الشيء معنا رح نطوروا شوية في المستوى نطلعوا النفو ونطوروا المستوى إلى أبعد الحدود نصوروا مع التلميذ يعني من القسم مباشرة نرفض الحصة كما هي ونرفحها على اليوتيوب نزيدوا لها بعض المحسنات ونزيدوا لها كذا وندركوا فيها النقائص اللي درناها في السنوات الماضية الحمد لله كانت الأمور ممتازة السنوات الماضية ولكن نزيدوا ونطوروا أكثر وأكثر باش الهدف تعني يكون العلامة الكاملة بإذن الله تعالى الحاجة الثانية هي يعني كيفاش رح تكون هذه الدروس هل هي دروس نظرية أم تطبيقية بطبيعة الحال رح تكون نسبة كبيرة من الدروس دروس نظرية زائد دروس تطبيقية ولكن يعني بما أن الحصة رح تكون طويلة في القسم رح نقسمها إلى عدة أجزاء يعني رح نرفض الحصة كما هي نقسمها إلى عدة أجزاء يعني جزء الأول جزء الثاني جزء الثالث فيديو في 20 قيقة إلى 4 ساعة ونطلعوها على اليوتيوب وانتم من بعدها تتابعوا الأجزاء هذه والتي شارجوها والتي تشوفوها يعني رح تبقى مجانية طيلة سنة والعام الماضي احنا كنا مشينا حتى نهاية السنة بإذن الله بمعنى مشكلة الأدب العربي نحوه من روزكم نهائيا لأنني رح نقدم لكم المادة حتى آخرين في البكالورية كما درنا العام الماضي يوم السبت وقدمنا فيها فيديو ساعة الليل الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناها سنة رح نكمل معكم على نفس المنوان بالنسبة للدروس الحضورية أو الأفواج الدائمة اللي رح يمدها الأستاذ حيقون رح تكون في مجموعة من الولايات يوم الخميس مساء رح نكون في مدرسة القلم بباتنا الخميس مساء عندي ثلاث أفواج رح تزيد أفواج هذه تطور مع السنة يوم الجمعة صباحا رح نكون في مدرسة المهد بيقلمة يوم الجمعة مساء رح نكون في مدرسة تين فقسنطينة مدرسة توناي سكول في سيدنبروك ومدرسة والمدارس العالم في نوفالفيل يوم السبت إن شاء الله رح نكون في بليدة في مدرسة المنتيجة بلوس ومبعدها مزلت لنا مدرسة أخرى مدرسة ديلتا سكول على الأستاذ العملاق على الواوي سماعين رح نقدم أيضا كما كل سنة نقدم فيها دورات طويلة المدى 12 حصة و14 حصة مبعد نديروا التوقيت نتاحها هذا بالنسبة للدرس حضورية أما الدورات الدورة الأولى والثانية والثالثة ودورة مراجعة مهائية كما عودناكم دائما رح تكون في نهاية السنة في كل نبدأ من ديسمبر يعني من العطل فيها العام الماضي ونفس المدارس بطبيعة الحال كاين بعض التغييرات الطفيفة إن شاء الله نتحدثوا فيها من بعد كاين حاجة أخرى بالنسبة للدورة أونلاين اللي حاب يحضر عندي أفواج دائما ولكن ما يقدرش يجيني والله ما نقدرش نجيه يعني حاب يحضر أفواج دائما من بداية السنة ماذا بنا يشرفنا على منصة فهمني هذه منصة منصة ممتازة جدا نحن قدرنا تجربة الفيديوهات يعني دورات تعل فيديوهات ولكن للأسف الشديد دورت على الفيديوهات ما كنتش ممتازة بالحضوري معناها حنا جربنا الفيديوهات بجودة عالية جدا وجربنا الزوم يعني حضوري معناها الزوم تدخل الحصة على الساعة التاسعة ليلا معناها لازم تكون منضبط حاضر تدخل معنا وتشارك يعني ترفع صبعك تجاوب نفتح لك المايك يعني تفاعل مباشر يعني بشكل ممتاز جدا ماهوش فيديوهات ولكن تفاعل مباشر حنا كنا جربنا الفيديوهات ولكن للأسف الشديد الفيديوهات تبقى فيديوهات معناها تلميذ دائما في حاجة إلى التفاعل المباشر والفوري والآني يعني نتفاعل معاك الآن سقسي قدركها ومن بعد زدنا في منصة فهمني أشياء أخرى وهي التمارين يعني التمارين بواسطة ذكاء الاصطناعي راح تكون تمارين معناها تدير دورة تاعك وتزيد في كل درس تدير فيه مجموعة هائلة من التمارين راح تكون بشكل ممتاز جدا أكيد كل هذه المعلومات تلقوها التحت في الوصف سواء منصة فهمني سواء المدارس اللي اعطيتها لكم أرقام لهواد فتاحها كل شي راح تلقاه في الوصف قاتلنا حاجة واحدة أخرى يعني هي هل دروس هل هناك تغييرات هذه السنة فيما يخص دروس الباكالورية لا لا توجد تغييرات صراحة ما كانش تغييرات كبيرة يعني كما العادة نفس الدروس الجديد في هذه السنة بالنسبة لقناة أستاذ حيقون أسامة راح نوسع النشط داعنا راح ندخل بقوة إن شاء الله السنة أولى والسنة ثانية بطبيعة الحال السنة أولى والسنة ثانية راح تكون من القسم مباشرة معناها راح نمتعكم متعة ليس بعدها متعة تتمتع بالأدب العربي وكأنك في القسم نحن لا نحن ضد الطريقة الكلاسيكية كما تعرف الطريقة التعي هي طريقة تفاعلية فورية آنية مباشرة مع التلميط صار لنا مشكلة نحلوها سير بلاس مع بعض لا أنا ضد أنني نكتب في الصبورة وأنني كذا ونبدأ نقرأ وشكين في الصبورة لا أنا ضد هذه تماما أنا أتعامل مع التلميط مباشرة معناها أي سؤال راح يجي في بالك راح نجاوبك عليه يعني مباشرة بلا ما دخلنا نتلقني جاوبتك عليه بمعنى راح نجيب مجموعة من التلميط السنة أولى قسم قسم سنة ثانية ونخدم معهم من الزيرو يعني وتبدأ معايا سواء بالتمرين بالتطبيقات بحل المواضيع نتبعك نوري كفشت عمر ورقة يعني كل شيء كل ما يخص السنة الأولى والسنة الثانية بالتفصيل المهم من بداية السنة إلى نهايتها وربما حتى في ربع متوسط أيضا إذا كان أمكان ولم لا لأن اللغة العربية هي اللغة العربية يعني ما فيهاش إشكاليات سنطلعوا على البرنامج بسوك السريع ونضرب وطلة ونجيبوا بطريقة التعنا الاحترافية نقدموا بها دروس ربع متوسط سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة بشكل ممتاز إن شاء الله هو تفاعلي فوري آني يعني قلت لكم بأن التفاعل الفوري الآن مع الأستاذ سؤال جواب سقسيني نجاوبك مباشرة سيكون أفضل بكثير من الفيديوهات المسجلة بمعنى هذه السنة ستكون سنة استثنائية سنة ملؤها الجد والمطابرة والإجتهاد سننخدم معكم إلى نهاية السنة باحترافية عالية وما نبخلوش عليكم أبدا ولو بحرف واحد معنى من البداية إلى النهاية سنقدم لكم قاع وش عندي من قدرات حتى تتمكنوا من الأدب العربي وتتحصلوا على علامات ممتازة أن نحتاج منكم فقط الدعاء بقوة ظهر والدعاء بالمواصلة والدعاء بالصبر يعني أن هذه الأشياء تحتاج إلى صبر طويل وتحتاج إلى قوة وتعب وكذا وكذا دعونا فقط دعوت الخير لا نحتاج منكم لا شيء نحتاج منكم فقط الدعاء شيء آخر أريد أن أحدثكم عنهم أن القناة هذه السنة قناة تحتاج إلى يوتيوب تحتاج إلى أستاذ حيقون أسامة مربوطة بحسابين في الفيسبوك وإنستغرام يا جماعة الخير نحن لا نستطيع أن نضع التمارين أو روابط التمارين أو صور التمارين إلا في الفيسبوك وإنستغرام معنى إذا كنت تتبع فينا على القناة لازم تكون أيضا تتبع فينا على الحسابات الأخرى بش تقدر تستفيد معنى أن نعطوك صورة أو نعطوك تمرين أو نعطوك بيدياف تقدر أن تتلي شارجيه القناة التاعية على الإنستغرام أو حيقون أسامة كتب حيقون أسامة برك باللغة العربية رح تلقاني في الفيسبوك في الإنستغرام وتواصل معنا على الخاص أبعثنا ونبعثو لكم إن شاء الله يكون خير كبير إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والسداد شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته